طيب انت وقتين انت كان بيبقى موجود معاك مين في الشقة بتاعتك بقى قاعد معاك دايما على طول انا معاك معاك كتير يعني اللي انا لقيت الدنيا كده روح تجاري بسرعة مخلط لازم تجري مخلط تتمسكو كلوك مين اللي كان موجود معاك في اللي قريب لا بص انا عدت ليلتين مع ايمن شوقي ايمن شوقي وليل انا مش عارف وليلتين مع شبير بس بقضيتش استحمل مشيت على طول موقف توبيز بقى سبقتنا الاحداث شوية وتكلمنا انما انا عندي زميلك في المينيا عندي الشديد ايناوي وعندي يحيا دياب واحنا ما قلنا لهم احنا عزين معانا الكابتن حمد الصدق قالك لو ما سجلناش في الحلقة دي بش هيحصل كويس ويحصل ضال بمار فانا معانا تقررين منهم هنسمع يقولوا ايه ونرجع نعلق عليهم تاني فاضل ابو حميد تحياته لضيفه للعزيز الكريم اخي العزيز الكابتن حمد الصدق حمد الصدق لو هتكلم اتكلم عليها انا مطلوب منها اتكلم ديئتين انا بلقى حمد الصدق اتكلم علي شؤور بسنين لانه من احد افضل السوبرات اللي كانوا موجودين في مصر في عصره حمد الصدق لعب زوج اخلاق عالية جدا كان بيحتضمنا في الفترة اللي احنا كنا موجودون فيها المختاربين كلهم كان والده رحمة الله عليه الاساس يحياء صدق كان موجود معانا مدير كرة كنا دايما كل اسبوع نبقى معزومين عندهم عند حمد الصدق بيدغض المختاربين كلهم عنده بقول لحمد الصدق انت من ارجع للعب اللي شوفتها والعبت جنبها لعبنا معك في عصرك الزهبي والحمد الله انت خلت النادي الاهلي طبعا بشكرك على مجهودك الكبير اللي انت كنت تعمله معانا في الفترة اللي انت كنت موجود معانا في نادي المينيا نادي المينيا كان بوعب السعيد وبوعب الديت القاهرة الحمد لله انا بتشرف ان انا كنت جنب حمد الصدق في يوم الايام بشكر الكابتن مصطفى عبدو انه بستضيف احد رموز الصعيد الكابتن حمادا صدقي وبشكركم جدا واسف على الاطالة لان صوتي من التدريبات كان فيه تغليئة شوية كده انا من الحمد لله رب العالمين كابتن حمادا صدقي ده لعيب من اللعيبة اللي هي ردولة في الملعب وخارج الملعب الحياة احنا قضينا فترة مع بعض منها بمتقل للنادي الاهلي يمكن كان بيته مفتوح لينا هو والده الحج يحيى الله يرحمه كان من الناس اللي قديم القدامة في المينيا حمادا صدقي الناس وتعرفوش عنه ان حمادا صدقي احنا كنا مسميون الغول ان جو الملعب فعلا كان زي الغول في لعبه حمادا اصلا بدايته مع لعبة كورت الباسكيت وكان فتنسه قوي وجنبه قوي جدا حمادا كان سريع على الارض بطريقة غير عادية احنا كنا دايما في المباريات بناعتمد عليه ان هو طبعا كان بيلعب الليبرونينك اللي قدام منه مرة سلد باك او مرتين تناتا انما كان لعيب قوي جدا ومحترم جدا الناس تعرفوا عن حمادا ان حمادا كان جو الملعب بيبقى شرس وكانت الناس واخد عنه انطباع ان هو يعني ضريب وحيزة كده انما حمادا خارج الملعب شخصية مختلفة تماما ويمكن احنا لنا مجموعة من الصور مع حمادا وهو كان لسه في بدايته ويمكن احنا اكبر منه شوية في السن انما الحاز اقوله عن حمادا صدري ان بيته كان مفتوح لنا لان احنا كنا مجموعة مختاربين في ناج المينيا من خارج المينيا كان صفعب محسن من تحته وكان عادل اول من جرجا وكان جابرة عبدالعزيز من هنا وانا من الوادي الجديد انما كان بيت كابتن حمادا صدقي مفتوح لنا ودي كانت ميزة من امتازات ناج المينيا ان احنا ما كناش حاسين ان احنا اغراب بين اسرتنا وبين اهلينا في المينيا وكانت الفرقة كلها عبارة عم اسرة واحدة حمادا هتقول ايه لي شديد ايناوي وكابتن يحيا دياب حبايبي دولت يعني كانوا مقومين معي في البيت انت بتروح للمينيا كتير لا الوقت لما بروحش كتير اه لما قبل الكورونا وكلام ده اه كنت بروح برضو يعني الدنيا خفت شوية اه يعني يحيا كل شوية بيجينا القاهرة اه لا انا بتكلم انت لما بتروحش للمينيا لا بروحش للمينيا كتير بيجيلي بيجيلي اه طب ببقى افتكرنا طي بعد ما هتقول لهم ايه للمينيا بحشيني جدا وعاشتنا ايام جميلة جدا مع بعض شديد ومنصف عب محسن ويحيا دياب وناس يعني مش عايز انسى حد احنا كنا بص برا الملعب وقوى الملعب اهو بيقول اهو كابتن يحي كانت فرقة معنا في النجاح يعني كان بيانعكس الكلام دوت في الاداء داخل الملعب اسرة واحدة خروجاتنا مع بعض عادينا عندنا عندي في البيت ممكن نروح يعني عند حد تاني عند حاجة اسامة كان بيستضيف برضو برضو كان العام قديم في المينيا اه كان برضو بيجمعنا ولوكو زي عيلة واحدة يعني عيلة واحدة